من الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله نهاردة في مجلس الدولة هيتم تجليز جميع القاضيات على منصة القضاء وهتبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها وتهيئتها للمرافعة نهاردة كمان هتحتل مكتبة المستقبل اللي بتعتبر واحدة من المنصات الثقافية في جمعية مصر الجديدة باليوم العالمي للشعر وهتناقش ديوان نبض الكلمات من خلال ندوة هتبدأ الساعة 11 الصبح تحت عنوان سحر الكلمة شعر وإبداع النهاردة كمان الكهرباء تقطع في محطة محاولات مركز سيدي سالم بكفر الشيخ لمدة سبع ساعات هيبدأ من الساعة 7 الصبح وهيستمر لحد الساعة 2 الظهر